هل احنا تغيرنا من كتر ما احنا يعني منشوف بنتعرض لأزمات كتير قسمات شخصيتنا عاماتا من الشخصية المصرية والعربية تغيرت من كل التحديات اللي بتحويتنا ومحتاجين هذا المدد من الأدب ومن الشعر أكيد أكيد لان هو يعني شوفي فيه نوعين من الحزن فيه حزن نبيل وفيه حزن عبيط حزن عبيط يجيب ورا اللي هو يعني اليأس وأنا رأيي أن الإحباط واليأس ده أكبر مشكلة بتهدد الإنسان وبتهدد الأمن القومي بتاع الدول يعني الإحباط ده خطر شديد فاللي هو بيسموه قعود الهمة فاستنفار الهمة زي ما بيقولك نوبة صحيان بروجي عايزين صحوة صحوة دي حتيجي من التحفيز والحماس والدفع الإيجابية وإنه الحقيقة خلينا أقول إنه الإعلام إذا نجح في الاشتباك مع الناس وعبر أحلامهم وطموحتهم لأن أنا بشوف إن التلفزيون مراية إذا الإنسان وقف قدام المراية وما شافش نفسه حيروح يدور على المراية تانية فلازم يشوف نفسه في المراية فالشارع والناس الحقيقة فيهم خير وفيهم مواهب وفيهم طموحات بيقولك عندما يموت فلاح مصري عجوز في صعيد مصر أو في قرة دلتا فهذا معناه أن مكتبة قد احترقت يعني بالجينات الناس فيها خير وفيها مواهب معرض الكتاب اتفرجي على أنا كاتب النهاردة في مقالة النهاردة في الأهرام إيه الحاجات التقى الإيجابية بقى عربية فيبي فيبي دي رواقية شابة عملت إيه؟ عندها مفيش شغل مفيش يعني إيه دخل مناسب أوكار عملت عربية اللي هي زي التروسيكل كده صندوق كبير وحط عليه البوستر واليافطة بتاعتها عربية فيبي العربية دي بتعمل إيه؟ حط رواياتها عندها ثلاث روايات منها رواية اسمها إيه؟ بالت هموم يعني زي بالت الهدوم يعني وبعدين حط شاي وقهوة ونس كافيه ومسكوتات المهم الحقيقة مشهد جميل جدا والاشتباك معاها الناس حواليها من المبدعين والمثقفين تحولت هذه النقطة المضيئة في المعرض إلى ملتقة للشباب وأنا الحقيقة لما رحت قلت لها ممكن أشرف شاي باللبن قالت لي يا سلام أنا رأيي أن كل واحد يشرب الحاجة إيه اللي تعجبه نحن 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 نقول ده بيشرب شاي باللبن قال يعني يا حاجة فالمهم الولاد اللي واقفين حواليها كلهم شعراء مبدعين كتاب حاجة جميلة جدا داخل المعرض تلاقي بنت جات يارى أحمد دي جات تقول لي ممكن أديك كتابي قلت لها أطفال ده بص لقيت كتاب بالإنجليزي قلت لقيت Just Servant قلت لها أنت اللي جات بقى لقيت لقى مؤلف أكتاب بالإنجليزي قلت لها إيه الحلوة دي إيه الرواية دي قالت الرواية أن الإنسان لما يتعرض للاضطهاد أو أزمات أو مواقف صعبة أو بيسموه إيه التحرش التمرض ما يدخلش في دوامة الانتقامات يعني يحاول أنه هو يبقى متسامح إلا فيما يخص القرامته والقانون يعني حاجة بتحت طائلة القانون لازم بياخد حقه إنما بشكل عام هي بنت عندنا أخذ الشرس أنا بتكلمنا عن إزاي الإنسان يواجه الحياة وإنه يتسامح لأن العملية الانتقام دي بتاخد من طاقة الإنسان وبتعطله بيقولك في عبد الرحمن الخميسي ده كاتب مصري جميل أول بيقول إيه أدافع عن قيصارتي ولا أعزف لأنه هو الواحد لو فضي يدافع عن القيصارة بتاعته مش هلحق يأزف فأنت كن زكيا ولا تدخل في مشاكل ومهاطرات مع الآخرين فتضيع الطاقة لجواك ويعني تتلعبك في حاجات كتير وبعد الحاجة تنتج حاجة من خلال الاشتراك اللي حضرتك عاملوا مع الناس ومعرض الكتاب قراء وعارضين شايف الإقبال على إيه عايز تقرأ إيه أكتر الناس عايزة تلاقي نفسها يا إزاي تلاقي نفسها إحنا في عصر بيسموه عصر الانفجار المعرفي وفي كتاب تحت طبع عندي اسمه تجوجل حتى أراك يعني بقيت القضية المرجعية بتاعت الأجيال الجديدة كلها هي إيه العم جوجل يقولك نسأل العم جوجل هو يجاوبك على كل حاجة طيب ده مهم آه مهم إحنا في عصر الانفجار المعرفي ده يعني إيه عصر الرقمنة قلت برضو ترقمنه تتقدمه الرقمنة هم عارفين الولاد فهو في هذا العصر اللي فيه انفجار معرفي وأفكار جايله من الغرب ومن الشرق وبعدين المتاحة تشكت برضو أحداث كتير مختلفة ضغوطات كتير مختلفة جدا أكيد ده هينعكس يعني على السوق الثقافي هو بيدور على المعرف أجمل ما في المعرض أنه بيلتقي وجها لوجه مع الكتاب والشعراء والمفكرين والأجانب الاشتباك مع الأجانب مهم جدا يعني ليه أنه مصر طول عمرها كوزموبوليتن يعني بلد فيها تنوع ثقافي جبار فلما ييجي النرويج السنة دي هي تكون ضيفة الشرف والأميرة النرويجية تقول كلمة جميلة أو الحقيقة والعاديين حوالي يقولوا ليه يا أول مرة نشوف أميرة أميرة خواجاية فكرنا بالأفلام القديمة وبعدين نسمع جونسون نطلع على ثقافات الجير ده شيء مهم جدا الكاتب النرويجي ويشتبك مع المثقفين وبعدين يقول لهم يقولوله أنت شفت التاريخ المصري ممكن تاخد منه موضوعات يا جماعة أنتوا هنا في منجم المصريين في منجم التاريخ المصري القديم المصر بكل تفاصيلها أنت تقدر أنت في حد ذات لا تبحث عن معجزة أنت في حد ذاتك معجزة الإنسان معجزة الأرض اللي عايش عليها معجزة فإن الإنسان يعبر يقتحم يجرب ما يخافش ما يبقاش متردد فالتلاقح الأفقار مع الغرب مع العالم مهم جدا وبتنتفي حتة يقول لك عقدة الخواجة يقول لك الإبن خلدون عنده كلمة يقول لك المغلوب مولع بتقليد الغالب إحنا بقى ده أقول لك الخواجات يعني إحنا فين وهم فين لا تنظرنا دول الدول المتقدمة أيوة الشعر سيد حجاب بزور في كده مرة قال لي بقول لك إيه اتضح إن الخواجة ده أنصح من البني آدم كأن الخواجة يعني إيه حاجة تاني الحقيقة هذا الاشتباك وهذا الديالوج بيخلي الأجانب يكتشفوا طاقات إبداعية عندنا